تليه تطلعي عين ضيوفك عادةً أو في المناقشات لما بتكوني انت اللي بتديري الحوار آه بس خلبيك أنا ضد الهارد توك ضد الهارد توك أنا معاك يعني ما بحبش أنا الطريقة بتاعت أنت فاكرة لما فاكرة لما جالي خبر بيقول كذا ما بحبش السكة دي بس انت بتعرفي تزنوء الضيوف أيوة مرحبا وبتعرفي تعملي الكورنرينج وتحوطيهم وحاجات زي كده طب ما ديجي نسأل سؤال اللي مشتغلتش مزيع من البداية لا أنا من البداية عايز أمثل من البداية بحب التمثيل التمثيل في مساحته وسعة ومشته كبيرة وفي تنوع التمثيل في مسرح في إزاعة في تراجدي في كاميدي التمثيل في رأس في غنى في شخصيات من ضمنها شخصية المزيع صح فأنا بلعب وأنا مزيع أنا بحب أبقى مزيع جدا وبحب أبقى صحفية جدا ليه بحب لأن الصحفي ده على فكرة دي شغلها مقدسة الله يكريمك مقدسة فلازم كل الصحفيين اللي نويين يشتغلوا كمان صحفيين يعرفون دي فيها قدسية إن الألم الألم تكتب حرف تحرك الدنيا حواليك تكتب حرف ياتدين شخص ياترفع من قامة شخص تدل على الخير أو تدل على الشر بحرفه وانتقعد في بيتكو مولع لمبة بالألم مشوف قد إيه قدسية الموضوع فلازم يشتغل الصحفي ده يعرف زي الطبيب كده يعني الصحفي ده حاجة مهمة ده ضمير ضمير بالألم أنا كان نفسي أشتغل صحفي عشان الحتة دي وكان نفسي أشتغل موزيع عشان بتطلع شخصيتي اللي قدامك بس يوم تكون إيه تكون بتحبه تكون عارف الحتة الحلوة اللي جواه مش الحتة الشريرة لأنه لو هو الشرير مش تعرف تحاوره على فكرة يعني أنت لو كاره ضيفك مش تعرف تتكلم معي وحيبان في عينيك وهتبقى غلس وهتباني أنت دمك تقيل لازم تحب تضيف بتاعك وتعرف الجوانب الكويسة اللي فيه ولازم تخلي الحوار مريح ده بقى نبرت صوت وأنا بقى لنفعني إيه مع ضيوفي كلهم بما فيهم إنت كمان لما جيت إن أنا كنت بحبك أساسا فحاورتك وأنا مبسوطة إنك تكون على علاقة سابقة بيهم فلنفعني مع الممثلين إن كلهم اشتغلت معي طبعا وعرف حكايتهم وولدهم وعزلهم من شقة إيه شقة إيه وعرف طبعه الغلس في إيه ونرفسته وإيه وعرف إفهاته حكايته الندرة مع مين وده برضو اللي نافع اللي أنا شفته برضو فيهمه اللي نافع كان حسين الإمام الله يرحمه الله يرحمه كان هايل الله يرحمه مع إنه هو يعني متحسش إنه هو المزيع الفضيع بس علاقاته بالناس وحب الناس ليه الحب صح وإنه معاش الممثلين نافعوا ده اللي نافع مدام سعاد يونس طبعا لأنه عندها تاريخ طبعا يمتد من التمانينات مع كل المطربين والممثلين فبتاعه في تحاول الضيب بتاعه إنك السيفي بتاعك شكله إيه مع الضيف وانت قلت جملة ظريفة جدا إنه مهم جدا يبقى المزيع أو المحاور حابب الضيف اللي قدامه ما يبقاش كارهو بايما نفعني طيب الكاميرا ما بتجدبش هل بما إنه لما بتيجي تحاولي بقى ضيوف من زميلك الممثلين والفنانين وانت عارفة كل الحكايات هل ممكن تستغلي نقطة ضعف وتروحي دايسة عليها علشان تحصل لقطة وانترند والحلقة تنور؟ لا يمكن لا يمكن هو جاي قاعد في أمانتك قاعد معاك في ضيافتك دي حلقة تبدل متسجلة عينها العمر كله هو أنا عشان ترين داية ولا عشان أعلى عليه وأنا مستنيه عليه وعلى زميلي يعني لما أجي أعلى على زميلي أو زميلتي الحلقة دي تبدل في التاريخ العمر كله أقابله بعد كده إزاي وقابل زميلي بعد كده اللي هم أنصاره أو اللي هم هيتضيقوله أقابلهم إزاي حمثل تاني إزاي آه مش دي يا عم شوفها عملت إيه فلان بنزعل على بعض خلي بالك طبيعي ده غير بقى الجمهور بيزعل يوقع تفتك الجمهور بتبسط لأنه ليه جمهور اللي بيحبوه طبعا وفيه جمهور بيقيمني فقالت له إيه يعني كان لدينا تفتح الموضوع الده طب ما هو الدايق طب وبعدين خلي بالك أنا فيهم اللي يبحب في مكانه هلأ أقابلها لا هلأ أقابلها من موزيع أقابلها من موزيع طب ما أنا سعبة بأعايزة يعني أبقى ولا بأعمل حورة بأعايزة أحدف اللي قدامي بالقبال اللي قدامي مثلا منكمل غباء في السؤال يعني ممكن تسأل سؤال غلس بس حتى وإنت بتسأله مرره فوته أو ما تسألوش على فكرة ده فيه مليون سؤال غير السؤال اللي تسأله دلوقتي ده يدل عن نفسية أنت بتسأل السؤال الاسود ده عشان أنت نفسيتك سودة معقول ما شفتش في الضب بتاعك غير كده ولا حاجة آه غير ده افتكلي حاجة حلوة افتكلي كل اللي أنا عملته ده ومجاتش غير على دي ده مسحت كل ده وبتفكر في ده وبعدين هي مش فكرة أنك بتضرب فرض لما بتجي تسأل السؤالة مش حلوة أنت بتضرب رموز بتضرب الناس بتحب الشخص ده بقالها 30 سنة شايفاء بيعمل لهم قضوة في المسلسلات بيديهم حكمة بيحبوا بيرفع عنهم فأنت لما بتسألوا وتضربوا وتغبطوا وتزعلوا وتعيطوا وتكسروا أنت بتضرب رمزة عند الناس بقالوا 30 سنة متعلقين بيه فأنت بتكسر في نفسية الناس لما استلم عشرة ممثلين مهمين أو تاك 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 على عشرة بتعقورة تا 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 على عشرة صحفين على عشرة ودباء وأبتدي أعمل معهم بالحوارات طب ما خلاص ما أنا فيه الناس بتعلق بالناس دي بلا 30 سنة أنت أفسد تمود الناس جبتلي كئبة كل ما افتح لي ما رفعتش عني زعلتني يعني البرامج دي مكئبة بالآخر كده أنا وظنها مش بس كمان مكئبة هي بتسبب ضرر للصناعة بتاعة الضيف اللي جاي منها يعني أنا لما أعود أضغط على نقطة سلبية ما ولا موقف اسود أنا ساعات مشوف بقى تعليقات بتاعت وادية عام ممثلين مصر قادية عام صحفيين مصر قادية عام قدى بقى مصر إيه يا جدعان ما بالراحة طب إيه الهدف إن أنا أعمل كده أنا طول عام دي بستغرب إيه الهدف إن أنا أدوس على شيء ما سلبي عمله الضيف بقرطه أو بالصدفة خد باله ما خدش باله إيه الهدف أنا بقول وضعف نفسي سواد نفسي من المعد اللي كتب السؤال من رئيس التحرير الوافق على السؤال من الموزيع أو الموزيع اللي وافق ليقول السؤال معقولة افتكر له حاجة حلوة يا أخي ده خلبيك ده جاي من صناعة تعبانين في الشخص ده كل اللي في الصناعة بقالهم 30 سنة عشان يبنوا اسمه عشان يبقالوا رصيدة عن الناس عشان يشغلوا تاني وتالت ورابع فبقى خلاص محبوب فانت جاي في ثانية في برنامج تقوم مكسة مكسة هتقولي دي حالة انت بيدقك في قد أصلا مش حالة أصلا كذا مرة أصلا كذا برنامج أصلا البرامج دي ما بتموتش مستمرة وطلعت طبعا على كتاف البرامج دي متطفلي طبعا اليوتيوب ومتطفلي السوشيال ميديا والناس اللي بتقطع قطع وتكتب فنبتدي بقى نبروز الحاجة اللي اتقالت في الحلقة الوحشة زي ما أنا كلامي دهوقتي هيتقطع في الحتة دي وياخدوا الحتة الوحشة أصلا أي حاجة هتتقال أي حاجة لازم هتستقطع ولازم هتكتزق ولازم هتتركب زي اللي عاوز ما يركبها بيركبها يعني في النهاية انت لو قلت ريان يا فجل هيتطلعه فجل انت قلت فجل وقلت ريان يبقى ريان يبقى توظيف الأموال يبقى انت كنت مشاركة يا عم انت عايز ايه أداة عطف كالليبيو تخيل بقى لما انت بتدله من المادة دي على طبع من فضة بسؤلك الغلس ببرنامجك الغلس انت عايز ايه نفسية سودة بس مش اكتر على فكرة هم ما يمكن ما لهمش هدف كمان غير طبعا هدف الشهرة والترند ويطلع على كتاف الضيف ما الضيف ده مشهور الضيف ده محبوب فاللي قاعد ده وقت مش فعايز ايه على كتافه فيطلع على كتافه من خلال ايه من خلال الترندية والجاري ورا الترند الترند ده مأسا ترند ده مأسا